سجالات حادة تدور بين روسيا و أوكرانيا على خلفية توقف الموانئ الأوكرانية عن العمل ومنع تصدير القمح إلى الخارج فما أهم الموانئ الأوكرانية نبدأ مع ميناء ديسا على الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود تكمن أهميته في أن 65% من صادرات وواردات أوكرانيا تمر من خلاله وتبلغ ساعة الشحن السنوية بداخله 40 مليون طن ما زال الميناء يخضع لسيطرة الجيش الأوكراني أما ميناء تشيرنو مورسك فهو ثاني أكبر ميناء في أوكرانيا يقع على ساحل البحر الأسود تبلغ ساعة الشحن السنوية فيها أكثر من 32 مليون طن وخصوصا منتجات البترولية والحديد هناك ميناء يوجني جنوب البلاد على البحر الأسود يتم تصدير الحبوب والمواد الكيميائية من خلاله تبلغ قدرة الشحن السنوية فيها أكثر من 20 مليون طن كما أنه مركز مهم لعادة الشحن في المنطقة ولا يزال أيضا في قبضة الجيش الأوكراني من أهم الموانئ أيضا ميناء برديانسك المطل على بحر أزوف ويخضع لسيطرة الجيش الروسي منذ بداية الأولى للعملية العسكرية من مميزاته وجود محطة البترول على رصيفه لتخزين المنتجات البترولية الخفيفة وتبلغ الطاقة الانتاجية السنوية للمحطة 800 ألف طن بجانب ذلك أيضا هناك ميناء ماريبول الذي يعد من أهم الموانئ على بحر أزوف تكمن أهمية أيضا في أنه الميناء الذي يتم منه تصدير الفحم والحديد والمعادن للخارج وقد سقط الميناء أيضا في قبضة الجيش الروسي مع استمرار المعارك في أوكرانيا يبدو أن إغلاق الموانئ سيستمر وبالتالي ستكون هناك تداعيات اقتصادية على كييف وباقي أنحاء العالم